مشاهدي الكرام عودة لمتابعة هذه التغطية الخاصة لعمليات التفان الأقصى وبالطبع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على فلسطين وعلى لبنان بدي رحب بهذه الفترة بضيفنا الصحفي والخبير في الشؤون السياسية أستاذ شمان أهلا وسهلا فيك تحية لألك لكل المشاهدين سنبدأ من غزة بالطبع ومن شهر على هذه الاعتداءات وعلى هذه الاعدامات بالصوت والصورة عم تكون الاعدامات وأسأل كلما طال أمد هذه الاعتداءات وأمد هذه الحرب ماذا يتغير هل بإمكان أن تستمر بهذا الزخم والدعم الأمريكي وغير الأمريكي إن كان اقتصاديا أو حتى تبرير ما يفعله الإسرائيلي في غزة بالمبدأ شهر على المحرقة الفلسطينية محرقة بكل في الكلمة المعنى تحت أنظر العالم وغتاء غربي وغتاء أمريكي بالتحديد مفتوح ومطلق وعلى أي حال الأمريكيون بحد ذاتهم يعني يقولون بأنه عملية تفان الأقصى في أن نرجع للعديد من المقالات التي خطبت في اليومين الأولين أو ثلاثة أيام الأولى بعد تفان الأقصى التقديرات الجنرالات الأمريكيين بحسب ما نقلت العديد من الصحف أو نقل العديد من الصحف الأمريكية أنه كان هذا التقدير يدى محور حول احتمال انهيار الجيش الإسرائيلي لذلك جاء الدعم الأمريكي السريع والعاجل والمطلق لوقف هذا الانهيار هذا هو التقدير الأمريكي هذا يعني بعض المقالات منها ما زالت بتصور على موقع الواشنطن بوست وعلى موقع أيضا بلومبرغ هذا واحد اثنين يعني بدون شك أنه فيه فرصة في رخصة قتل ورخصة جريمي ورخصة إبادي أعطيت من الغرب للعدو الإسرائيلي لذلك أنه فيه نوع من الحصر على مساحة 365 كيلو متر مربع ليس أكثر لمليونين ونصف من الشعب الفلسطيني وبالتالي يقتلوا بالقنابل الفسفورية من الجو من البحر من البر اليوم فيه أحد الوزراء الإسرائيليين اللي هو وزير التراث يقول أنه لا نستبعد أن نستخدم قنطولة النقوية في قطع غزة يعني وصلت الصلاة في والوقاحة بالمجلس الوزاري الإسرائيلي إلى أن يعني على الأقل يعني يفتح قوسين ويعتبر بأنه احتمال أن تلقى قنبلة نووية حتى لو كان قنبلة نووية تكتكية على قطع غزة طبعا قبل قليل قبل أن ندخل إلى الاستيديوم بن يمين نتنياهو تنصل من تصريحات وزيره بس أنا بتصور أنه لا يمكن لأي وزير خصوصا يصرح بمعزل نعم حتى لو لم تستخدم القنبلة النووية التكتكية بس أنه هذا أنا برأيي أنه أولا إشارة إلى مسألتين إلى العجز الميداني الذي يلاقيه العدو الإسرائيلي يعني نحن اليوم الأحد هي بدأت العملية البري يوم الجمعة والسبت الماضيين يعني تقريبا أكثر من أكثر من أسبوع على العملية البري دون أن يحقق العدو الإسرائيلي أي إنجاز على الأرض لذلك لو إلى أين يذهب؟ يذهب إلى المجازر وبالتالي يذهب إلى المحرقة مثل ما سميناها يعني تقريبا الآن أنه عشرة ألاف شهيد فلسطيني أو تجاوز العشرة ألاف مع أكثر من ألفين بين الألفين وثلاثة ألاف مفقود نهيك عن أكثر من 32 ألف جريح على مرأة العالم لكن بالوقت نفسي أنه الآن بدأ يعني داخل الأرويق الغربي وتحديدا بالولايات المتحدة الأمريكية بدأ ينحكى على الأقل بالنسبة للحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدين أنه هناك تيران يتوزعان الآن هذا الحزب يتوزعان رأيين الرأي الأول هو الطيار اليميني داخل الحزب الذي يقول بضرورة استمار الدعم المفتح والمطلوق لإسرائيل الرأي اليساري الآخر بقول أنه لابد من وقف اطلاق النار الآن وعاجلا هذا التنازع بدون شك ينعكس اضطرابا على القرار السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى كيفية إدارة الحرب وإدارة الدبلوماسية هنا نلاحظ أيضا بدي أطول شوي حتى أوصل على الموقف الذي أطلقه أنتوني بلينكين أمس باجتماع المجلس مع تصبح لي اسألك السؤال لأنه هيدا لكن بدي اسألك عنه بالزبط التراكم الفشل رغم الضوء الأخضر الأمريكي لنتنياهو بالحسم وفعل ما يريد وكل الدعم تراكم الفشل وأيضا النقطة الذكية بخطاب الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله التي فعلها أنه نحن جاهزين للرد ولكن ما أعطى ما يريد لبن يمين نتنياهو قديش ستظهر الخلاف ما بين بني يمين نتنياهو وأنتوني بلينكين حول هذا صح يعني اسمح لي هنا أن يعني توصع قد ما بدأ وزع الإجابة على فرعين كما يقال الأول مبرح قلت على على إحدى الشاشات الزميلة والشقيقة أيضا واليوم أكررها يعني في مقال بصحيفة دعوت أحرنوت نهار الجمعة يقول بأنه السيد حسن نصر الله يمزق أعصاب الإسرائيليين حرفيا هذا التعبير تم استخدامه اثنين في مقال اليوم بعتقد بها رجس أيضا يقول يعني مضطرين أنه نتكلم بهذه الطريقة بأن السيد حسن نصر الله لم يأخذ الأنفعال كما كان عبد الناصر بال67 يعني كمان أنه في نوع من دراسة القرار وعقلنية القرار وبنفس الوقت إبقاء القرار مفتوحا على كل الاحتمالات يعني سمحت سيد نصر الله لم يغلق الباب على الحرب المفتوحة ولكنه لم يقفل هذا الباب لذلك قال بأنه الذي يجري على الجبهة اللبنانية هو لا يكفي وقد تتدحرج الأمور ورسم ممنوعين الممنوع الأول اللي هو ممنوع كسر المقاومة الفلسطينية وحماس بالتحديد وممنوع أيضا التمادي في العدوان الإسرائيلي على لبنان هنا أنا برأيي أنه الاضطراب إذا ما نحاول نربط يعني إذا ما نحاول نربط مع الاضطراب الحاصل في الإدارة الأمريكية العدو الإسرائيلي عم بقول أنه لا قرار لوقف اطلاق النار العرب بالاجتماع الوزاري الذي حدث مع بلينكين الذي يجري مع أمس وأيضا على ما يبدو هو الذي يكون قرار موحد أيضا تمهيدا للقمة العربية الطارئة التي سوف تعقد بالرياض عم بقوله لابد من وقف اطلاق النار حاليا بلينكين عم بقول هدني طريبة بس بالأخير حتى الهدني المؤقتة عمليا هي وقف اطلاق النار حتى لو كانت ليوم أو لـ 24 ساعة أو 12 ساعة الآن عم نحكي كمان عن هدن قد تبدأ من يومين وتوصل إلى سبعة أيام هو ذاته المشروع كان قبل سقط طبعا قبل أن تطلق حماس صراح المزدوجية الجنسية كان عم نشغل على هدن بين خمسة أيام وسبعة أيام وبدون شك كان القطريون هم الذين يعملون مع الأمريكيين على هذا الأمر هلأ أنه الهدن بحد ذاته هي عملية وقفة لقب النار حتى لو أخذت طابعا إنسانيا أو إغاثيا أو مساعداتيا إذا بدك بس أنه بالأخير الأمريكان الآن حقيقة أمام جدار مسدود الاستمرار بالتغطي للحرب مع الانكشاف الفاضح للمجازر ولحرب الإبادة والفشل والفشل الميداني المسألة الثانية أيضا أنه حتى بارح 54 نائب تقريبا أو 54 عضو بالقونغرس الأمريكي أكثرية نواب قدموا عريضة أو نحكي عن أنهم على استعداد أو على أهبة أن يقدموا عريضة للرئيس جو بايدن بضرورة وقف الحرب نحكي عن 54 عضو بالقونغرس يعني ما بين الشيوخ وبين نواب أيضا الشيء الثاني التظاهرات اللي عم تحدث هنا كمان خلينا نذكر بمسألة في غاية الأهمية أنه بالانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن بفارق ضئيل عن الرئيس السابق ترامب 59% من العرب هم الذين أعطوا جو بايدن الآن النسبة نزلت من 59% بحسب استطلاعات الرئيس الأمريكية من 59% إلى 12% هذا بدون شك نحن على أبواب انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية استمرار الموقف الأمريكي الصلف والغليز والثقيل والذي يغطي كل أشكال للعدوان وأصناف وبدون شك هذا يؤثر على شعبية الحزب الديمقراطي وعلى سقوط جو بايدن إذا قررت ترشيها فمن هون أنا برأي الأمريكان أصبحوا أمام انكشاف انكشاف واضح لذلك بتل أبيب شو عم بيقوله عم بيقوله نقلا أيضا عن يعني عن يعني عن مسؤولين وسطيين يهود وغير يهود داخل الإدارة الأمريكية أو على مقرب منها بأنه استمرار الحرب بهذا الشكل لأنه أحيانا عم بقول الإسرائيليين أنه هذه الحرب سوى تستمر أشهر وربما ثاني وربما خمس سنوات من يستطيع نتحمل ذلك فوق ذلك عم بيشبه عدا عن المسألة الميدانية عم بيشبه هذه الحرب بأن تشبه تماما حرب التأسيس بين قوسين في العام 1948 وأيضا يضيفون إلى ذلك التالي أنه بعد الـ 1948 في قرار تقسيم نشأت دولة إسرائيل العرب لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا بالعكس أنه إسرائيل تجاوزت كل القرارات الدولية ووسعت أيضا من يعني من عمليات القدم التي تجاوزت قرار التقسيم شو اللي نتج نتج عملية انقلابات عسكرية في العالم العربي كرد على التحدي الإسرائيلي وعلى التحدي الغربي فلذلك أنه بعد التقديرات والتحديلات الإسرائيلية والرؤى والتصورات أيضا تقول أنه هذه المرحلة الآن تشبه إلى حد كبير مرحلة ما بعد 1948 لذلك دائما عمين حكى أو أصبح الحديث عن وحدانية المصالح الأمريكية الإسرائيلية بمكان والتضارب في بعض الأحيان أو في أحيان كثيرة بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية هل قرأ أمين عم حزب الله السيد نصر الله هذه الأمور كلا أكيد ولم يعطي بن يمين نتنياه ما يريد خلينا نفرد مثلا لو أعلن الحرب الشاملة السيد نصر الله على إسرائيل مثلا ألا يعطي هذا مزيدا من الدعم الأمريكي والتأييد وقلت لكم فلنضرب حزب الله وهو الحزب يعتدي بين خوصين علينا أكيد هل قرأ أقول هذه التنقضات لتتظهر بعد يعني في الأيام المقبلة هذه الخلافات إلى العلن نحن نقرأها في الإعلام العبري طبعا والأمريكي طبعا والأمريكي عم شوف التظاهرات بالأمريكان يعني بالعديد من المدن الأمريكي يعني بلينكين ونيتنياهو ليس على نفس الموجي هو يقول العلن وهذا واضح وصادقين بين قوسين يعني الأمريكي أنه مع دعم للإسرائيل بالمطلق بس بما له علاقة بحرب غزة بس فيه سؤالين عم يسألوهم ماذا عن اليوم التالي أنه أنت دخلت بالحرب كيف يمكن أن تخرج منها ولماذا لم تحسم حتى الآن ما فيه إيجابي يعني حتى بلينكين بحسب كمان الصحف العبرية أنه هو أصلا إجا حتى يطرح مسألتين أساسيتين ماذا في اليوم التالي وأيضا حل الخلافات داخل مجلس الوزراء الإسرائي يعني عمليا الأمر كان يديروا الأمور سياسيا ومدنية لغاية الآن بحسب تسريبات اليوم أيضا أنه لم يلقى إيجابي لا عن اليوم التالي ولا استطاع أيضا أن يحل الخلافات داخل الفريق الوزاري لبن يمين نتنياهو فلذلك هذا كمان عنصر من عناصر الاضطراب التي تنعك السلبة بدون شك يعني على القرار السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية هذه الجهة بس الجهة الثانية أيضا يعني عندما يتم طرح ثلاث مشاريع أو ثلاث أهداف عالية جدا أولا القضاء على المقاومة الفلسطينية وهذا شيء صعب جدا يعني المشروع الثاني التهجير وكان علنا والمشروع الثالث اللي عم نحكى فيه كمان عاجلا وبصورة واضحة هو الوصاية على قطاع غزة طيب الوصاية على قطاع غزة بدأ موافقتين محليتين عم بيحكي على المستوى العربي فلسطيني وعربي صحيح طيب لا الفلسطينيين قبلينين الآن ولا بالإمكان أي دولة عربية تقبل يمكن أن توافق على ذلك إلا بشارة أوكي بنوضع قطاع غزة تحت الوصاية الدولية بس بتنوضع القدس تحت الوصاية الدولية وهذا لن يقبل به الإسرائيليون ولن يقبل به الأمريكيون أيضا فلذلك أن الإجابة على اليوم التالي ما زالت غامضة لغاية الآن وما زالت أقله في مالحة رمادية لذلك الكلام عن هدونات مؤقتة يعني أنا بأعتقد هذا القصف الهمجي بهذه الطريقة الذي تكثف منذ اليومين الماضيين كمان بحسب ما يقال بالصحف العبرية أيضا أنه هذا ثقل القصف وتقدم القصف بهذا الشكل أيضا كأنه يؤشر إلى احتماء يعني كأنه يعني العاصفة التي يمكن أن تسبق الهدوء عم يقلب المثل وبالتالي أنه كل هذا الذي يجري يعني له حد في هذه الأيام المقبلي بعد ذلك يتم التوصف لا يمكن الاستمرار بها كده يعني يشوف ببريطانيا بفرنسا اللي هن كانوا مع الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا إلى حد بعيد أيضا يعني اللي هن الدول الأوروبية أو الغربية الأكثر ويقوفها منذ اللحظة الأولى حتى أنه الرئيس ماكرون كمان دعا إلى تشكيل حلف دولة ضد حركة حماس وعم نشوف تهجير الصحفيين من القنوات الأجنبية هن نوجه تحية يعني إذا تسمح للذاميلة ندى عبدالصمد تم فصلة تم فصلة من البي بي سي ودائما نحن الصحفيين دائما ندفع سمن الكلمي وسمن الموقف على أي حال اللي بدي أقوله أنه فيه نعم فيه بوادر وملامح حقيقية وواقعية أيضا بالرأي العام الغربي وداخل الإدارات الغربية للبحث عن سؤال ما بعد اليوم التالي وبالتالي الاستمرار بهذا المظهر من مظاهر المحرقة لا يمكن أن يستمر هلأ بيبقى أنه كيف يعني كيف يمكن الخروج أنه مشروع التهجير سقط صعب سقط إلى أي حد قبل ما نروح لاموجهز الوحدي صعبت حماس بهذه الضربة يعني الحلول التي ليس فيها خسارة الإسرائيلية لا أكيد بدون شك هي المشكلة التي كان يعاني بها الإسرائيلي سابقا أنه كان يعتبر بأنه حركة حماس مردوعة وبالتالي لا يمكن أن تقوم بهجوم من هذا المحجوم وخصوصا بعد سيف القدس نعم فأنه تقصف القدس ممكن تقصف تل أبيب شوي بحيفا شوي ببئر السبع وانتهينا كما جرى في المرات السابقة الآن لا هنا اعتبروا أنه توفن الأقصى يشبه حرب العام 1948 لذلك أنه هذه الهمجية المطلقة التي عم نشوفها على شاشة التلفزيون ولذلك الإسرائيليين ما عندهم تلك الإجابة أنه إذا دخلنا إلى غزة كيف يمكن أن نخرج هل نعيد الاحتلال من يمارس السلطة على مليونين ونصف فلسطيني هل يمكن أن نأتي بمصر يعني عم يرسموا سيناريوهات تقريبا فقط تخدم مخيلتهم ولكن على أرض الواقع لا يوجد شيء من هذا النوع هل يمكن أن ندخول إلى غزة عم تشوف الفيديوهات بعد يشوف يعني أنت إذا أخذت إذا نحنا عملنا يعني مجموعة إذا بدك يعني من المقارنات بحرب السبعة وستين بتصور بساعات قليلة أخذتها حرب السبعة وستين أصلا أخذت كل الأراضي العربية المحتلة بخامس ستة ستة أيام ستة أيام موقفة لقبنار هو بيومين ثلاثة كانوا ماخدي باشتياح 82 أنا عشته بأربعة أيام كانوا ببيروت لأنه في معارك بدون شك حدثت هنا وهناك ما بدون شك معارك بطولية بس الذي يجري في غزة الآن أنت عم تحكي عن كيلومتر أو كيلومترين بالمناطق الزراعية وهي المناطق التي يعني ليست حضارية وليست سكامية وبالتالي أنه الخسائر اللي عم يعلينا الإسرائيل بحد ذاته ليست خسائر عاديا كان على المستوى البشري حتى ولو كانت فقط هذه أو على المستوى المادي ما في إنجاز يعني المشكل اللي دي واقع فيه بن يمين نتنياهو أنه عدا عن هو تحمل بدو يتحمل مسئولية ما جرى من ترهل ومن اختلال ومن انهيار الجيش الإسرائيلي بالأخير هو يتحمل المسئولية كرئيس وزراء يعني بعد 14 سنة من الحكم لكن أنه هو يبحث عن إنجاز ما هذا الإنجاز ما زال مفقودا لغاية الآن ولا يبدو بأنه سوف يعثر عليه على المستوى الميداني ما في شيء يعني يطلع يقول أنه أنا حققت انتصار ما يعني كمان بدي مضطر إرجع للصحف العبرية عم بقول أنه المشهد أحدهم بقول أنه المشهد العام هو مشهد الدمر ومشهد الخراب ومشهد المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ والعجز صحيح بس البنية العسكرية لحماس ما زالت هي نفسها والدماغ العسكري والسياسي لحماس ما زال هو نفسه يعني عمليا أنت الشعار الذي أطلقته من أجل قضاء المقاومة الفلسطينية نعم بعد أكثر من ثمانية أيام على العملية البارية لم تستطع أن تفعل شيئا وكل هذا الفشل إلى أي مدى يراقم من الصخط الإضافي على نتنياهو إن كان في المجتمع الإسرائيلي أو حتى من يفقد التأييد الدولي لما يقوم به يعني هذا واحد من المؤشرات حكينا فيها بس كمان خليني أشير هون إلى مسألة فغاية الأهمية يعني أول ما نتحدث عنه نسبه إلى مصادر رفيعة بالإدارة الأمريكية موقع بوليتيكو الأمريكي حرفيا هذا من خمسة أيام تقريبا يقول بأنه هناك حديث جدي داخل الإدارة الأمريكية وهذا الموقع مقرب من الكونغرس ومن الإدارة الأمريكية ومن أهم المواقع الأمريكية حديث جدي في إدارة رئيس جو بايدن حول البحث عن بديل أو بدائل بنيامين نتنياهو طبعا نايد أبوضل نعم والقناة 11-12-13 الإسرائيلية أخذوا هذه التسريبات ونقشوها علنا على الشاشة الإسرائيلية سيد التوفيق خلينا نروح للمجهزة الأخبار وبعد المجهزة نتحدث يعني انتهى مستقبل بنيامين نتنياهو معه أهلا بكم إلى مجهز لأهم وآخر الأنباء جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على أطراف عدد من البلدات اللبنانية المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة ولسيما في القطاع الغربي وأسترفت مسيرة معادية سيارتي إصعاف لجمعية رسالة للإصعاف لإصعاف الصحي في خراج طير حرفة ما أدى إلى إصابة أربعة مسعفين بجروح تم إسقاط جسم غريب كان في أجواء منطقة نبطي وتحديدا بين زبدين وحروف يرجح أن يكون طائرة مسيرة إسرائيلية وتردد أن المسيرة أسقطت بصاروخ أرجو في قطاع غزة دخل العدوان الإسرائيلي يومه الثلاثين حيث واصل العدو ارتكاب المجازر باستهدافه المنازل ومحيط المستشفيات إضافة إلى المخيمات ومراكز إيواء النازحين وأكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد شهداء مجزارة مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى خمسة وأربعين شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء البطريرك الماروني بشار الراعي عبر في عيضة ألقاها من أبكركي عن ألمه لما يجري في غزة الجريحة من حرب هدامة وطالب بقيام الدولتين نتيجة حوار هادئ وشدد الراعي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان في ختام المجز عودة إلى عباس شكرا محمد وأعود إليك أستاذ توفيق كنا نتحدث عن يعني من الأسبوع الأول بدأ الحديث عما بعد نتانياهو الآن التفكير ليس بنتانياهو وتفكير بوجود دولة ما بين قوسين دولة إسرائيل بقاء هيبت هذا الكيان نتانياهو أصبح خارج الحسابة من جسس سياسي نعم لأنه بعدين خلينا نقول جسس سياسي ايه جسس سياسي يعني أنا طلع قدامي العديد من المقالات العبرية يعني تنحوا عن قول يعني عن الإشارة إلى بنيمان نتانياهو زوج سارة اه انتهت خلاص بقولوا زوج سارة يعني كأنها هي التي يعني زوجته كأنها هي التي تديره لكن بدون شك هذا هو كل هذا الدعم الغربي للكيانة الإسرائيل كل هذا الدعم هو نتيجة القراءة المنطقية والموضوعية التي أنتجتها طفان الأقصى أنه إسرائيل كدولة وكمجتمع أصبحها مهددين لذلك لذلك كان كل هذا الدعم هني على كل نعب بين يمان نتانياهو وغيره بقولوا مثل هذا الدعم الغربي لإسرائيل لم يكن موجودا في السابق وبالتالي نعم هي أصبحت على على بساط السؤال وأيضا هم يقولون مرة أخرى يعني أنه أول مرة تترى على إسرائيل الأسئلة وجودية هون إذا بدك من روح لمكان آخر هو أنه إسرائيل التي يفترض أن تكون هي قلعة متقدمة للقوى الغربية وبدون شك الآن يعني هي الولايات المتحدة الأمريكية هل أصبحت تفيد كقلعة أم أنه مضطر الغرب والأمريكيين هو الذي يحمي هذا القلعة هل صحيح أنه أصبحت عبئا حتى بالدعم المادي ولكن بدي روح لأفاصل مضطر روح لأفاصل ونتحدث عن هذه النقطة بالذات لأنه أصبحت مكلفة وجود وبقاء هذا الكيان وخصوصا حاليا أصبح مكلف جدا إذن فاصل ونعود لمتابعة هذا سهلا منكم مشاهدين الكرام وأيضا أرحب بك مجددنا أستاذ توفيق شمين الصحفي والخبير في شؤوننا السياسية كنا نتحدث عن عن مسألة أصبح جثة سياسية نتحدث عن استمرار الكيان عبء وجوده يعني صار الفواتير باهضة الثمن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية يعني الأمريكي دائما يعني يجعل الأوروبي يدفع الفواتير الأوروبي شعبه عم ينطف ضده منذ الحرب في أوكرانيا وغلاء كل شيء يعني كل هذه العناصر قديش جعلت من الكيان الإسرائيلي عبءا على الأمريكي هو في الواقع يعني في الطريق إلى التحول إلى ذلك قبل الفاصل كنت أتحدث عن أن دولة الأدوة الإسرائيلي أنه شكلت المشروع الإسرائيلي أو المشروع الإسرائيلي بالأساس هو مشروع يعني إسرائيلي غربي يهودي غربي بالمعنى العلماني للكلمة وليس بالمعنى الديني هذه قلعة متقدمة للغرب على المستوى الثقافي على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي هذه القلعة التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وقبل الغرب عموما بس على الأقل في العقود الأخيرة حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤمن لإسرائيل مجموعة من الأسيجي السياج العسكري والأمن والتكنولوجي المفتوح والدعم المفتوح شيء الثاني أيضا اتفاقيات السلام مع دول الطوق النقطة الثالثة هي اتفاقيات التطبيع مع الدول التي تتجاوز دول الطوق طيب الآن بعد عملية طفن الأقصر بدأ أن هذه الثلاثة أسيجة هذه معرضة على الأقل للترنع حتى لا أقول للسقوط على المستوى العسكري والأمني مما ننعود نكرر كثير حكيوا صبار عسكريين تكلموا بذلك حتى الأمريكان أن تقييماتهم للجيش الإسرائيلي تقييمات يمكن أي أحد يقولها على شاشة الأنبياء أو على أي شاشة أخرى يتهم به كعرب بسني يقولون بأنه جيش الإسرائيلي من هذا اتفاقيات السلام عم شوف الموقف المصري والموقف والموقف الأردني اتفاقيات التطبيع أيضا ترنحت وخصوصا يعني العديد من الدول المطبع والتي هي تتجاوز دول دول الطوق يعني بدأت بطرد السفراء الإسرائيليين وبالتالي بإعادة سفرائها إلى عواصمها طبعا هذا الأمر لا يكفي بس بالأخير أنه هذه مظهر من مظاهر العبء التي سميتها حضرتك من هون نعم أنه أنا بتصور أنه بالمرحلة يعني مش عبسا الآن وقت لأنه ثلاث مرات يعني عم يجي أنتوني بلينكين يعني على المنطقة خلال شهر واحد وأيضا أنه ليس عبسا أنه كل يوم تقريبا هناك موقف لرئيسة جو بايدن أنه نعم في محل ما تحولت إلى عبء أنه إسرائيل أنه يجب أن يحميها الغرب وبالتالي عسكريا ويجب أيضا أن يوفر لها السياج الأمني من خلال عمليات السلام وأيضا أن يحولها إلى أمبراطورية اقتصادية من خلال الانفتاح وتطبيع على العالم العربي طيب الآن ما هو بعد توفن الأقصى أنه عمليات التطبيع التي كانت جارية بدون شك أنه أنا لا أقول سقطت هذه العمليات بس انترنحت إلى حد كبير ولكن أنه بعد التوصل إلى وقف اطلاق النار لن تعود عاجلا عمليات التطبيع يعني الشيء الأساسي التي عادت إنتاجه الطفان الأقصى هي إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة القضايا في العالم العربي وابتلي أي نظام عربي مهما كان مندفعا إلى التطبيع مع إسرائيل أو إلى توسيع علاقته معه بالتأكيد يعني في ظل هذا المنتج الذي عادت إنتاجه الطفان الأقصى لن يكون سريعا هذه العودة زائد العلاقات الاقتصادية التي كانت تراهن عليها إسرائيل أهم من ذلك أنه شركات التكنولوجيا العالية صح دوري بد نعم أوزمة الدفاع دوري بد ولذلك وفوق ذلك أنه أنت وقت اللي عم تحول إسرائيل إلى دولة غير آمنة وإلى مجتمع غير آمن هذا ما بيشجع الاستثمار لا داخل تلقبيب ولا داخل الحيفة ولا داخل بئر السبع ولا غيرها من هون نعم أنه نحن كمان خلينا نضائب مش كتير عم ينحكي فيه خلينا نضائب مرحلة ما بعد وقف تلق النار في حال وقف أو ما بعد الهدنات في حال تم التوصل عليها أداش هذا المجتمع لم يعد آمنا وبالتالي إلى أي حد هذه الشركات الاستثمارية يمكن أن تستثمر مجددا في إسرائيل يعني بالاقتصاد في مسألة في ثلاث أساسيات الأمن والتشريع والمال صحيح طيب وقت الأمن وقت الأمن اللي هو الأرضية الأساسية يفقد خلص ما في عندك استثمار ما في استثمار وهذا طبعا مدي يؤثر على الإقتصاد الإسرائيلي يعني أنت من جهة الأمن إيش الإقتصاد الإسرائيلي منذ الأيام الأولى يدعم يعني الأمن يعني أول شيء أنت كل ما له علاقة بالمستوطنية القريبة من لبنان أو من غزة يعني هذه بالحد الأدنى لها سنة كاملة ربما لن يعود وذا مش أكثر والشيء الثاني أنه هروب بالاستثمارات الأجنبية وشركات الأجنبية قبل توفن الأقصى مع التكنولوجيات قبل توفن الأقصى كان يعني كانت إسرائيل دولة جاذبة لكبار المستثمرين الآن تحولت إلى دولة طاردة لهؤلاء المستثمرين لأنهم فقدوا أمنهم وهذا بدون شك ما نلاحظه بعد عملية وقفة لقنار أكثر طالما الأمن مفقود ما فيه اقتصاد قديش في أمور لم نعي حتى نحن استاذ توفيق كبرى وأهميتها من خلال عملية توفن الأقصى يعني أنا بتصور أنه يعني الكل الآن يعني كان العرب أو الإسرائيليون أو الفلسطينيون أيضا وحتى الغربيون الكل يقرأ الآن بعقل حامي بعقل ساخن لكن أنا برأي العديد من العناصر التي أنتجتها توفن الأقصى وهي عناصر استراتيجية بكل في الكلمة المعنى على كل المستويات أنه هذه تطلب عقلا هادئا وبتصور أنه هدوء العقل بيجي بعد وقف إطلاق النار من أجل دراسة توفن الأقصى بكل أبعادها الآن الكل عم نحلل أو عم نعطي مواقف بطريقة فيها شيء من الانفعال حتى لو حاولنا أن نغلب العقلانية على هذا الأمر نتيجة المشاهد اللي عم نشوفها يوميا ونتيجة تضامن والوقوف مع المقوام بس أنه بالأخير بدون شك أن القراءة الهادئة بعد عقلت القنار سوف تبين وسوف تظهر العديد من الأبعاد الاستراتيجية بكل المستويات سياسيا أمنيا اقتصاديا اجتماعيا كل شيء من هون اسمح لي أسألك أستاذ سوفي كيف يمكن أن يتم الاستثمار على كل هذه الانجهزات من أجل دعني أستعير الاسم في ناس كتير ما بتحبه شرق أوسط جديد شوف ولكن هذه المرة من يقرر هي مسألة شرق أوسط الجديد يعني هي مسألة يعني إذا بدك لها مجموعة من التعريفات لا نغير المعادلات هلأ بتصور أنه شوف فيه أوراق قوة عربية في المقاومة اللبنانية وفي المقاومة الفلسطينية أوراق يعني يعني معادلتان عربية تام أنا برأي أنه دون أن يكون هناك اتصال بين بعض الأطراف العربية وبين المقاومة بلبنان أنه يمكن أن يستفيدوا من هذه المقاومة بالتفاوض مع الأمريكان وعن أقول أنا قبل مؤتمر القمة الطارق بالرياض وأيضا أن المقاومة الفلسطينية فردت معادلة قوية كمان يمكن الموقف العربي أن يستثمر في هذه المقاومة وعن أستخدم كلمة استثمار مشي تاني يعني كمان أنا بتصور لا يوجد معادلتان قويتان ورقعان قويان يمكن أن يستفيد منهم العرب وبالتالي نعم يستطيعوا أن يفرضوا شيئا على الأمريكيين أو أشياء على الأمريكيين يعني الآن أنه أي موقف ولحظنا يعني نحنا مبارح أنه كل التسربة التي تسربت عن اللقاء الوزاري مع أنتوني بلينكين كلها كان يعني بقوله أنه وصلت الأمور إلى حد الصداخ إلى حد الصراخ والتصادم والتباين يعني وزير الخارجي الأدنية أيمن الصفدي قال بأنه هناك تباين واضح حكى عن تباين بلونبرغ الأمريكية قالت أنه في تصادم بالموقفين فإذا لا يستطيع العرب في حال استطاعوا أن يتحدوا على موقف واحد لكن المشكلة بعد تفن الأقصى قبل تفن الأقصى وخلاله وربما بعده أنه كل دولة عربية تنظر إلى مصالحها من مزور ضيق ما عم بيكون في موقف عربي مواحد أنا برأيي الآن إذا يجتمع العرب وخصوصا الدول الأكثر فعالية الآن أنه على أن يكون هناك وقف إطلاق النار عاجل يتكلم العرب بصوت واحد نعم يستطيعوا أن يغيروا معادلات ويستطيعوا أن وقف إطلاق النار يعني أن حماس انتصرت وهذا ما قال بن يمين نتنياهو حرفية نعم لن نوقف إطلاق النار لأننا لا نريد شوف القرار لم يعد بيد بن يمين نتنياهو نعم منذ اليوم الأول يعني لم يعد حتى يعني يعني الوزراء الإسرائيليون يقولون نعم اسمح لي بتوسيع المروحة شوي إذا الدول العربية قالت صوت موحد وعالي ومرتفع وأيضا معظم الدول تقول لن ندخل في التسميات أنه لن يكون هناك استكرار في المنطقة إلا بإعطاء الفلسطينيين حقهم بدولة على الأقل يعني على الأقل طبعا نحقهم بين قوسين هون نعم أو نحط خطين طبعا خطين عريضين نعم ألا يمكن الذهاب نحو هكذا بعد وقف أطلق النار مثلا مسار نعم بدون شك يعني عندك الحلفاء الأقل أو حتى كل الدول كريد للوجود في عندك مؤتمر بيروت في 2002 مؤتمر السلام بيروت مبادرة بيروت العربية مبادرة ما هي ذاتة ممكن إن عاشها وبالتالي بس إنه أن يكون هناك تمسك من الدول العربية بهذه وهذه كمان مدعومة من بعض من بعض الدول الكبرى وليست فقط الأقليمية هي بالأصل يعني بالأصل إنه حل الدول حل الدولتين مطروح من 48 دولة يهودية ودولة عربية ودولة فلسطينية طبعا خلال العقود المتتالية تم ضربه وإسقاطه أصلا بـ 67 وقت لحتلت دفل غربية وغيرها طبعا بأصله في الشق يعني بأحد الشقوق والفروح هو كمان حل الدولتين بس الذي حدث أيضا هي عمريات الاستيطان أنه أنت الآن ما عاد في عندك بضفة الغربية إلا 25 أو 30 بالمئة من الأراضي غير المستولى عليها وغير المستوطن فيها من قبل الإسرائيليين من هون دعم اللي عم قوله أنه المبادرة العربية التي هي تستمد على قرارين القرار على ثلاث قرارات قرار التقسيم والقرار 242 والقرار 338 نعم بس أنه هذا بدي يكون فيه موقف عربي موحد صحيح إذا تم إيجاد هذا الموقف وتم السير والتمسك فيه نعم بدون شكل يستطيع أن يؤثروا على كل هذا الذي يجري ويلزمه الأمريكيين الصداع مع أنا حكيت عن عاملي قوة لأن المقاومة في لبنان يستندوا عليها دون أن يقولوا ما حدا يطلب منهم يعني أو المقاومة الفلسطية يكونوا مقاومين بس ما فيه ورخة قوية معهم هي الصين يعني ما ننسى كمان أنه العلاقات العديد من الدول العربية مع الصين ومع روسيا يعني بيحكي مع الصين حتى الروسي حتى الروسي موقف واضح نعم يعني مثلا المصالح السعودية الإيرانية ما يجد برعاية الصينية صحيح أنا عم أقول أنه في مجموعة من معادلات القوة أو عوامل القوة نعم يستطيع العرب أن يسيروا بها وأن يمشوا بها إذا قرروا فعلا أن يعني يكونوا تحت الشمس بس ولكن وقت الكل دولة عربية عم تنظر لمصالحها للأسف هذا دائما موجود طبعا أنه بالأخير بدأت تستمر هذه المحرقة وربما أيضا قد نكون أمام محارق أخرى بس أنه بالأخير بدأك موقف عربي واحد تستند إلى عوامل القوة التي هي على الأرض موجودة وتستند إلى علاقاتك الدولية كنت عم بيحكي عن المصالحة السعودية الإيرانية تفضل الشيء الأساسي بالمصالحة السعودية الإيرانية أن الصين هي الذي طرعاه وبالتالي أنه في قلق أمني عند السعوديين قالت للصين أنه أنا أضمن هذا الأمن في علاقاتكم مع طهران يعني بطلت بحاجة لكذبة أن الإسرائيل يحمي الدول العربية من إيران نعم صحيح نعم فأنا بتصور أنه نعم في ظل هذه التحولات أو في ظل العوامل القوة مع ما يجري أيضا من حرب بأوكرانيا وهي حرب طويلة نحن تقريبا شهرين ثلاثة أنه مصير صار عمره سنتين للحرب نعم مع أيضا الصدام كمان يبدي حطه تحت خطين الصيني الأمريكي أنه أنت بتشوف بدون شك أنه وقت بدأت تندلح حرب أقليمية أو أنت بدك تنتقل على سبيل المثال نحو تحسين علاقاتك مع الصين أو روسيا هذا لابد الغرب بده تشوفه ولابد الولايات المتحدة بده تشوفه لذلك نعم أنه مش بس بده يضل يعني بين يمين نتنياه يقول له وقف اطلاق النار ساعة ذاك لا يستطيع أن يقول بأنه لا يريد وقف اطلاق النار بس أنه هذا بحاجة إلى وقف عربي وحدي ونحن الآن ما ننتظر على أي حال المؤتمر الطارق بالرياض وآمل وآمل أن لا تكون المعلومات التي وصلتنا وطلعنا عليها هي التي سوف تشكل الأرضية لمؤتمر القمة العربية شو المعلومات التي وصلتها هلأ هو معلومات خطيرة حقيقة ما بعرف إلى أي حد ما بدي أقول على الهوى بس أنه الشي له علاقة بمستقبل قطاع غزة وصاية هل تجرؤ هل تجرؤ دولة عربية النتيجة تعمل وصاية على قطاع غزة بعد كل هذه الدماء لعم نشوفها والمجاسب ليس فقط دولة عربية نحكي نحن عن مجموعة الدول العربية مجموعة مجموعة الدول العربية نعم أنا أتمنى أن يناقش بجدية هذا الخيار نعم هل يناقش بكل جدية هذا الخيار نعم هل يناقش من نقاش هذا الخيار أو من أجل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداء على غزة شوف أنا عم إليك أنه هذه معلومات وصلت وأصبحت ما بدي أقول مش متداولة كتير يعني بس أنه هو نعم البحث بمستقبل قطاع غزة أمر ألا يكون ذلك يعني وبتمنى أنه يصير فيه تجزيل لهذا الأمر خصوصا من القيادة الفلسطينية من القيادة الفلسطينية نعم المشاركة يعني خلاص تعصت خلاص ما حقول ما حقليك تقول ولأ يعني لم أكن أتقصد أني هيك أني خليك أو أسحب منك الكلام للأمانة خلينا نروح لماذا يعتبر البعض أنه انتصار حماس هو ليس أو لماذا لا يعتبر انتصار حماسي أخي أحبابت حماس شيئة أم أبيت أنه ليس انتصار مثلا لفلسطين لحق شعب صرقة أرضو في أربع مراحل مرت فيها المقاوم الفلسطيني المرحلة الأولى ما قبل 48 يعني عادة مش كتير بتم الحكي عنها بالعشينات والتلنتينات كان فيه يعني معارك وحروب طاحنة أيضا بين المدن وداخل المدن الفلسطينية وبين المستوطنات التي كانت تنشأ وتتوسع أنزاك بدون شك كان مازال الإنجليز مازالوا موجودين أنا زاك بـ 48 بعد 48 أيضا بدأت عمليات ولو كانت محدودة بس بالخمسينات والستينيات أيضا ما بحكي قبل منظمة التحرية كان فيه شيء اسمه أيضا قوات التحرية الشعبية نعم وكان فيه أيضا فيه العديد منظمات الفلسطينية التي فيما بعد توحد العديد منها مثلا وشكلوا حركة فتح توحد العديد منها وشكلوا الجبهة الشعبية فهذه مرحلة قوات التحرية الشعبية مرحلة ما بعد منظمة التحرية اللي كانت حركة فتحية العمود الفقري إلا إلى الآن هي مرحة يعني هذه المقاومة الفلسطينية الآن هي الذي تأخذ الطابع الحمساوي نعم فإذا نحن نحن نحكي عن ثلاث أجيال من المقاومات الفلسطينية كل مرة المقاومة الفلسطينية تأخذ شكلا وتسمية متجددين نعم بصرف النظر عن القادي وعن الأسماء وعن نحن نحكي عن الجيل الثالث من الفلسطينيين حكيت هذا حتى أصل إلى التالي فتح أنه البعض يعتبر وعن نسمع كثير يعني من بعض المسؤولين اللي في الأروقة المغلقة أو بعض المعلومات التي تتسرب أيضا أنه انتصار حمس يؤدي إلى انتصار جماعة الإخوان المسلمين وانتصار حمس يعني يؤدي إلى إعادة الاعتبار لجماعة الإخوان المسلمين في العديد من المجتمعات العربية هذا الكلام جدي مش نفس الكلام قيل بلبنان هو هذا للابتعاد على المقاومة بلبنان بلبنان بيقول لك أن المقاومة بلبنان هي ذراع مذهبية لإيران ذلك نحن مداخرنا بفلسطين بقول أن المقاومة الفلسطينية هي إخوان المسلمين الاستنصار والنصرة يعني نصرة المقاومة يعني يعني يؤدي إلى أنعاج جماعة الإخوان المسلمين وهذا يؤدي إلى يعني إعادة إذا بدك يعني إذا إعادت الصراعات داخل العالم العربي وتهديد الأنظم العربية طيب هو نفس الكلام يعني قلنا أن المقاومة اللبنانية بيقول لك لأنها هي زراعة مذهبية هلأ لأن إخوان ما كانوا أيضا يقولون عنها بأنها ذراعة سوفيتية يعني دائما فيه زريعة للابتعاد عن المقاومة شيء المؤسف أنه وقت ينظر إلى الأمور وفق هذا المنظور ووفق هذه الزاوية نعم لذلك تخشى ومن هون قلت أنا أنه لماذا تمت الدعوة إلى مؤتمر القمة العربية الطارئ وماذا يمكن أن يبحث بي أتمنى أن يكون فيه شيء خطأ بس أنه الوقوف إذا بدك على حياد مما يجري في قطاع غزة باعتبار أنه حركة حماس أحد فروع أو أفرع الإخوان المسلمين نعم هذا حديث جدي يدور في العديد من الأوسط العربية المستوى الرسمي وليس فقط على المستوى الرسمي حتى أنه البعض على مستوى الحزبة ليس عن بيحكي عربنان عم بيحكي بالعالم العربي السؤال الأخير كيف نجح الإسرائيلي في جعل انتصار حماس وانتصار للإخوان المسلمين أو عودتهم إلى السيحة في المنطقة كما فعل في لبنان مع حزب الله وإيران وكما فعل في منطقة الشرق الأوسط مع الدول العربية وإيران شوف هو اعتبر أنه يعني واشي اعتبر أنه القوة المستدامة والقوة الدائمة هي تطيح بأي تسوير هذه الوحدة اثنين اعتبر أنه طالما الدعم الغربي قائم هذه عوامل قوة إضافية وبالتالي هو لن يوافق على القرار من 242 وعلى القرار 338 وأسقط حل الدولتين وإجا الرئيس ترامب بالفترة عندما كان في البيت الأبيض أنه اعترف كمان بدم الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 والأكثر من ذلك أنه اعتبر بأن القدس عاصمة إسرائيل وطالب بنقل السفراء الأمريكية إلى القدس في الوقت لها الأدب يكون في عندك دعم مقابئ دعم أو شيء أنت قوي اثنين في عندك دعم ثلاثة أدى الموقف العربي متعثر ومتبعثر سكوت صمت صمت القبور بدون شك يعني بس أنه نعم بالأخير أنه أنت يعني وصلت إلى مرحلة أنه أنا ضمن عوامل القوة هذه التي أمتلكها أنه أستطيع أن أفعل كل شيء بس الشو الذي أدى الذي أدى إلى هذه المقاومة وبالتالي إلى التوفان الأقصى وإلى توفانات لاحقة ولن أعيد السؤال أنت التي يجب الاستثمار على قوة هذه المقاومات حتى يا أخي والعلاقة مع الشرق لدينا ثلاث عوامل نستطيع بالدبلوماسية أن نستثمر فيهم المقاومة بلبنان المقاومة بفلسطين والعلاقة مع الصين وعموما مع الشرق الصحفي والخبير في شؤون سياسية سوفي شمين أشكرك جزيلا شكرا ومشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء